تعرض نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموقف محرج بسبب زلة لسان جعلته يخطئ باسم السعودية حيث كان متواجداً في عاصمتها الرياض خلال مؤتمر صحفي لتقديمه لجماهير نادي النصر السعودي الثلاثاء الثالث من يناير 2023. وبدلاً من أن يقول السعودية قال بالنسبة لي ليست نهاية مسيرة أن أذهب إلى جنوب إفريقيا دون أن يصحح أحد من الحضور له زلة اللسان العفوية حيث ذكر اسم السعودية بشكل صحيح قبل ذلك خلال حديثه. ومع ذلك بدى الأمر طريفاً حيث كان النجم البرتغالي يتحدث من العاصمة السعودية الرياض في حين نشر موقع جولي العالمي عنواناً تهكمياً يطلب إعطاء رونالدو خريطة توضح له أين هو. وكان رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب مرسول بارك في الرياض يتحدث عن أهدافه وطموحاته بالنسبة للقدوم إلى المملكة. من جانب آخر ذكر النجم البرتغالي خلال المؤتمر أنه لاعب فريد لانتقاله إلى السعودية وأوضح أنه متعطش لتحقيق مزيد من النجاح ضمن فريقه الجديد.